النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول لأبي مالك الأشعري والقرآن حجة لك أو عليه يعني قد يكون القرآن سبب في دخول من تعلمه إلى النظر وقد يكون القرآن سبب في دخول من تعلمه إلى الجنة كي عندما يعمل الإنسان بمقتضى ما يعلم في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع العلم الذي لا يفضي بصاحبه إلى العمل هذا علم لا ينفع بل هو حجة عليهم أم الله وما القيام قبل أيام قرأت أثرا ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر عن أبي الدرداء أنه قال ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة وويل لمن يعلم ولا يعمل سبعين مرة ويشير بهذا الأمر إلى أن الإنسان لأن يلقى الله جاهلا بالعلم ولا يعمل خير عند الله من أن يلقى الله الإنسان عالم لا يعمل بعلمه